منتدى الرعاية الصحية السعودي الأمريكي اختتم أعماله بعد أن استعرض أحدث القضايا والحلول المؤثرة في مجال الرعاية الصحية ليعزز كل المبادرات السعودية والأمريكية التي تركز على تحسين الرعاية الصحية والوصول إلى أفضل الممارسات في العلوم الطبية تم مناقشة جوانب عديدة مثلا في جانب الفحص الطبي للمواليد للأمراض الجينية في مجال التأمين الصحي في مجال البحوث الطبية وجوانب أخرى مثلا وخصوصا فيما يتم التناقش عنه مؤخرا وهو مشاركة الغطاع العام والخاص لمشاريع البنية التحتية في الغطاع الصحي والاستفادة من تجاربهم وتأكد من وجود الغطاء القانوني أو ما هي المشاكل القانونية التي عادة ما تكون مصاحبة لهذا المجال وهذه المشاريع طرح أكثر من ثمانين خبيرا أمريكيا وسعوديا رؤية شاملة لتحسين وتطوير الرعاية الصحية بالمملكة عبر أكثر من ثلاثين ورقة عمل تسهم في تطوير صناعة التقنية الطبية في الرعاية الصحية على مستوى العالم من خلال النتائج المناقشات أعتقد أنها من أنجح المتدايات التي قيمت مؤخرا في منطقة الصفة عامة لأنها كانت تتكلم مش فقط على مشاكل لكن حتى كانت محاولة لتقديم حلول وحلول تطبيقية حلول الممكن تطبيقها على المدى القصير وكذلك على المدى المعيد التعاون مستمر بين الولايات المتحدة والمملكة في تبادل المعلومات والبحوث العلمي للأوبئة والأمراض وكيفية مراقبتها ووسائل معالجتها واحتلت المملكة المرتبة الثامنة في تدريب الأطباء السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية من بين خمسة آلاف متدرب ومبتعث في مجال الرعاية الصحية حمد بن حسين الإخبارية الرياض